جديدة شايفها ايه؟ شايفها يا ربي تكون سنة جديدة بأمال جديدة والحياة الناس اللي قاعدت تكلمت على العاصمة الادرية كتير النهاردة ربما يروا الحياة وهي أو العاصمة الادرية تنبض بالحياة حجم الاستضافات اللي بتتصديفها للأحداث ملحوظ لكن اللي يعنينا هنا قرعة الدوري قرعة الدوري ملديان هو بالنظام القديم زي ما هو ما هو دال لا انا عايز اقوله هقولك للأسف ها للأسف محدش يقولي أصل الأهلي وصل الزمالك وانا ما ليش دعوة انت مسؤول عن الكرة المصرية أصل الرعاة في سنة فيها تضحيات المشهد بتاع الجدول مشهد غير أدامي مشهد يعني وكأنك تتآمر على الكرة المصرية وكأنك داخل بتحرق نجومك حتى ويعودوا يقولك أصل أوروبا أصل بيلعبه يا جماعة ايه المقارنة الغير وردة دي لا أوروبا نظامها زي نظامنا ولا مناخها زي مناخنا ولا مسافاتها زي مسافاتنا ولا يعني عناصر اللعبة فيها نفس الثقافة ونفس الأجواء فمحدش يقعد يقولي أوروبا 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 ده بالعكس كنت لما تبقى أوروبا بتعمل كده أنا أتعلم حاجة واحدة بس هم بيعملوا كده بيحافظوا على أدامية اللعبين ازاي ده اللي ده اللي يعنيني أنما تيجي تقولي أصلانا السنة اللي فاتت كنت أنا حاشيل يوم كمان من اللاحة اللي بتقول التلاتة بيني في لما يكون الماتش داخلي واربعة بيني لا هيبقى اتنين وثلاثة إزاي كلام ده إزاي عشان توفر وقت عشان تحرق اللعبة هو متصور هو متصور المسألة أنك أنت بتوجد مكان لمباراة هي مش كده لا في عمل فني حيتم ولا عمل استشفائي حيتم ولا لياقة بدنية حتستكمل يعني أنت بتلعب بفرض الأمر الواقع عن موجود زي ما هو بعبل وكده لن تسمح بأي عنصر من عناصر التطوير أنه يتقدم خطوة لأنك ما تقدرش في الدور شديد كان البديل يا سيدي عايز تعمل حاجة تخلص بدري وتوفر موجود كان لازم تغير نظام الدوري كان لازم بتوعيش تسأل طيب في الجزية دي كمان اللي بيقولها المؤنس عدلي إحنا عندنا أربع عندية مشاركين مشاركات خارجية حتى الآن الأهلي والزمالك الأهلي وبيرامد في دور الأبطال والزمالك وفي يوتشار في الكونفدرالية السابت إنك ثلاثة يام في المباراة الخارجية الداخلية وأربعة على المباراة الخارجية تلعب كل ثلاثة يام لو أنت بتلعب هنا أو أربعة يام وانت بره تبتلصهم يا سيد زمريم في فارغ تلعب كل ثلاثة يام في ثلاثة يام ماشي أنت ده السابت لكل الأندية عشان محدش يقول للأهلي خد استثناء ده لازم يراعى فيه الأربع أندية المشاركين لو كنا عايزين نساعدهم على الاستمرار لأنه كمان تقريبا الأربعة هم الرافض المباشر للمنتخب الوطني فمش في صالح المنتخبات الوطنية أن أنت كمان تهدر اللعيبة وتحرقها بالضغط المباريات غير الأدمية الأخطر في ده إيه؟ الكابتن عامل حسين كان عامل المسلمين اللي فاتوا باند ماشي على الجميع وهو أنه بعد دور المجموعات يعني في الأدوار الإخصائية الفريق المتآهل ما يلعبش بين الزهاب والإياب خاصة أن الاتحاد الأفريقي خلى بين الزهاب والإياب أسبوع واحد ما عادش أسبوعين فأنت بيبع عندك سبعة أيام فيما بين المباراتين منهم سفرية إذا كنت بتلعب بره هتيجي أو إذا كنت بتلعب هنا في الأول هتسافر ما ينفعش الكلام اللي أنا سمعته من النية إبا أحمد دياب أنه النية بتتاجه إلى إلغاء هذا البلد ليش بتتاجه؟ ده هو بيقولك وهي كده ما فيش حاجة اسمها أن أنا أكون كأهلي أو بيراملز أو زمالك أو فيوتشر وكواس أو أن احنا بنتكلم دلوقتي يبقى على البر لسه البطولة ما بدأتش ولسه ما تعرفش مين هيكمل ومين هيخرج لكن أي نادي مصري يتآهل للأدوار الإقصائية حق الطبيعي جدا أنه ياخد مساحة من الراحة والتجهيز بالذات في الأدوار الإقصائية لأن الأدوار الإقصائية شاملة النهاية كمان غير معقولة أن أنا هلعب سيمو فاينل أو فاينل في دور الأبطال أو الكنفدرالية فالعب ثلاثة أيام في أفريقيا ويجي يقول لي خد لعب ماتش مش عارف مين فين عشان تسافر بعديها أنت لو كنتوا فاكرين أنتوا كده بتحفظوا على الوقت أو بتزنوا العملية شوية أنتوا بتحرقوا فرصة الفرق المصرية في أنها تكمل في أفريقيا الحرس يا أستاذ إبراهيم على أن ينسب للربطة أنها يعني عمل وكأن العمل المجيد أنك تخلص الدور في موعده مش تخلصوا إزاي إنما تخلصوا إزاي بأنك تخلص على الأندية وعلى اللعيبة وعلى الإنفاق الهائل اللي يتم هو إصابة اثنين ثلاثة لعبة في أي فرقة كفيرا أنها تاخد الفرقة دي توقع حمليا طبعا لأن عملية استعادة اللعيبة دي بتاخد رواية ما بتلعبش وأنت بتصرف عليه عشان تعالجها ومعندكش البدائل أحيانا وعندك البدائل أحيانا أخرى هذا كلام له إقصادي ولا فني ولا حتى فيه نظرة يا جماعة مش عافية ولا فيه نظرة مستقبلية مش أن كل سرامتي تيجي أن أنا أفرض عليك نظام يعني نظام غير أدامي في تنفيذه كلام يعني أنا بجد دايقني جدا وأنا ما نش عارف مين اللي على رأيك هكامل نحن نتخال الأربع أنهم يكملوا تعمل إيه؟ ونتمنى أنهم يكملوا طبعا ونحن ندخلين عشان نتمنى الفرقة تخرج عشان تحل لك المشكلة ده مكان بيجي مسؤول يقولك ما هي ممكن تتحلم نفسها ما معناه والأهل يخسر فأنت الكلام ده مش مضبوط يا أخوانا الكلام ده في الوقت اللي الناس كلها عمالة توقف وتعلي من قيمة الدوري بتاعها وتساعد الأندية وقفة جنبها إحنا تسمع جملة حصل المنتخبات أهمة أنت بتفصلونا في إيه؟ ها المنتخبات أهمة من الأندية مش عايز أفصال لكن لما تيجي تقولي ألعب ودي ولا ألعب رسمي لا الرسمي أهم من ودي أيا كان بقى نادي ولا منتخب لأن يكون لها في الآخر ألقاب تنصب لماصر أنت ما عندكش ألقاب إلا من خلال ألقاب النادي الآلي في السنين اللي فاتت دي فجايت أقولي وتشدقوا كأن الأهل هو اللي بيعارقل بيعارقل إنه بيكسب وهم عايزون ويخسر عشان يريح لما أخو هادي العقالة اللي بيعملها الأهل أنا ما شفتش كده يعني ما شفتش منطق إن أنا الحال إن أنا ما نجحش عشان عشان أحافظ على الموعيد وكأن إنك توصل في معادك ده الهدف مش إنك تؤدي عملك ما هو على فكرة ثلاثة أربع الشركات حرصها الشديد على البصمة على الحضور ونصرها ما فيش حرص على الأداء في العالم كل دولة يقولك يشتغل يا عمي من البيت بس يعمل لي التارجد بتاعي هاي ما بقاش ده الدنيا تغيرت بقينا الأهداف والاستراتيجات يجب أن تتحقق إيه استراتيجية اتحاد الكرة؟ إن ننهي الدور في معاده مش نطور الكرة مصرية ولا نحافظ على نجومنا ولا ده في مصلحة المنتخب ولا حاجة أبداً ما فيش مش ده التارجد لا ده أنت ده وسيلة من وسائل الانضباط والله مش قادر تعمل انضباط في ظل 18 نادي يبقى لازم فيه سنة استثنائية توصلك ل 16 وبعدين 14 هو ده الحل الوحيد واللي مقدرش يعمل كده يبقى معندوش قلب معندوش صراحة مع نفسه معندوش النظرة المستقبلية ها؟ وأنا متوسف في الربطة أكتر من أي حد تاني إنها ده تقدر تعمل كده الدوري معاها خلاص هو دلوقت الدوري زي ما هو 18 وزي ما هو بنفس النظام والقرع يوم الـ 2-11-9 فقط بنتكلم على إن أنت كان يجب أن أنت تعمل أو تحط في خطتك إن السنة الجاية تعمل أو أنت دلوقت تتحافظ للأندية الأربعة المشاركة خارجياً على فرصها في التنفس الأفريقي بشكل يحافظ لها على فرص الاستمرار في البطولة أو تمد بقى الموسم مد الموسم وما تعملش المسبحة اللي التداخل عليها دي وخلي الإصلاح من الموسم اللي بعديه أو التحديد اللي أنت عايز وصله أنت مش عايز تروح ناحية أي حلوه غير اللي على حساب الأندية كان لازم من موسم استثناء ويحصل فيه تضحيات يحصل فيه تضحيات من الرعاة كمان لأنه لما بتكلم حد في الربطة يكون الحديث باستمرار التعلل بشركات الرعية والحقوق التسوقية ده موسم استثنائي كان لازم أن يتعمل على فكرة الأندية الضحي والرعاية ضحه والكل يتعاون علشان اللي قاعدة يتضبط أستاذ إبراهيم في حلول أنا المعظم الرعي أنت مديني عشان يلعب لك كذا ماتش طب أنا هديلك في الباقة دي بعض الامتيازات الأخرى أيوة أعوضك اللي للماتشاط عشان أقدر أدي لك المستوى اللي أنت يقدمك في أحلى صورة وأنا العالم لما أتكلم علي أنت بيتكلم عليك من خلالي فأنت كسبان معايا أنت مازلت مستفيد من كل الخطوات النجاح اللي أنا بعملها وأقدر أدي لك بدائل تانية أدي لك أزود لك حاجات في التدريب أدي لك حاجات في الأكاديميات أبعطر لك أخبار في الوسائل الميديا بتاعتي يعني فيه هناك وسائل ترضي ونقدر من خلال المصلحة العامة نصل إلى توافق لكن التعلل أن كل حاجة عشان الرعاة وإلا يبقى يعني أقولك إيه الرعاة لو بعد الشامش هتلاقي حد ترعاة صحية طيب